المشهد الآخر في أمريكا واللي اتفاجئ العالم بأن بدأ للكل أن الرئيس ترامب قبل بالقرار الفيدرالي اللي صدر من سياتل بأنه بيحظر تطبيق منع دخول المواطنين من السبع دول لمدة تسعين يوم لكن اللي ما تقلكوش ولا في نشرة أخبار أن البيت الأبيض قرر يرد على المؤسسة القضائية الأمريكية كل اللي مطلوب مننا أن احنا نستحضر أن محرك الأدوات هو نفسه اللي كان بيلعب عندنا وبيلعب في مناطق كتير من العالم وبيلعب في رومانيا تحديداً دلوقتي مطلوب أن احنا وإحنا بنشوف الخبر ده احنا مش طرف فيه لكن لازم ننتبه أن الصراع تم زراعته وبدأت أول ثماره لأن الرئاسة هناك وفقاً للدستور من حقها تصدر ما أصدرته ووفقاً لدستورهم أيضاً القضاء تداولها وفقاً للاختلافات ما بين الولايات المختلفة وبناءً عليه تم تعطيل قرار الرئيس وقبل الرئيس في التويتاية الأخيرة قبل ما ندخل الهوى وبناءً عليه الصراع المكتوم بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية حنشوف في الأيام القادمة تجلياته والالتفاف عليه وبينبئ بأن الطريق ليس ممهد في انغلاق أمريكا على ذاتها ترجمة نانسي قنقر